الحمد لله أننا نعلن نتيجة التعادل لأننا لعبين خارج الميدان لأننا وجهنا بين أحصل الفرق الوطنية حاليا لأنه هو فرق الشبري في الحسيمة اللي يبين على واحد الكورة حديثة كورة مزيانة فالمؤخرا إذن إحنا جينا للمدينة الحسيمة علش جينا باش من خسروش ماشي باش هذا الحمد لله تمكننا أن نحجلو هدف الأول في الشوط الأول كان بإمكاننا نحجلو أهدف أخرى في الشوط الأول ولكن الشيء المكتر في اللاعب المغربي مباشر منكي يشجل هدف تيكين واحد تراجع تشلت عندنا دربة جازاء ما إذن فالمعليه إلا لهن اللاعبين على الرجولة ديالهم ومازال الآمام قدمنا إن شاء الله المستقبل وإحنا متفائلين للمباردة المقبلة إن شاء الله